الأهم على الساحة المصرية هو الشأن الاقتصادي نتحول فيه مباشرة إلى ما نشرته صحيفة الدستور غدا بعنوان بعثة النقد الدولي في مصر لتنظيم عجز الموازنة هذا كان تصريح لأحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية الذي يتحدث عن أن ما تردد من أن بعثة صندوق النقد الدولي تزور مصر حاليا جاءت لمراجعة الإصلاح الاقتصادية هذا غير صحيح هذا ما يقوله أحمد كوجوك وقال في ذات التصريح لصحيفة الدستور أن البعثة تزور مصر كل أسبوعين بشكل دوري للدعم الفني حسب التعبير الذي استخدمه منذ بدء المفاوضات في أغسطس الماضي طبقا لبرنامج التعاون الاقتصادي بين مصر والصندوق وأشار كوجوك إلى أن بعثة الصندوق تنظم موارد عجز الموازنة فقط بواسطة خبراء اقتصاديين من الجانبين